السلام عليكم الحباب كديرين لبس عليكم بخيرين نتمنى تكونوا مزيانين وفي احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي وانتم تشاهدوا هادلا فيديو ونهاركم مبروك مرحبا بكم اليوم ان شاء الله نحضر معكم واحد الطبق رئيسي طبق بجاج كما كتشوفوا معايا مرافق بالشعرية والإصالات انا كان دير طبق واحد كان حط فيه جميع المرافقات والمقبلات اللي كان رفق بهم الطبق الرئيسي كان حطهم في طبق واحد قبل ما نبدأ بسم الله نبدأ بالصلاة على خير خلق الله اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام داب هنا يا معايا كما كتشوفو نحط الشرمولة اللي غدي نشرمل بها هادا الدجاجة اللي غدي نحضرها للغداع عندي هنا يا واحد لبصلة كبيرة محكوكة اولا مطحونة مع جوشف صوس ديال التوما وشوية القصبر والمعدنوس ومعي القعمرة ديال سكين جبير وشوية ديال الملح دائم الملح كيبقى حسب الدوق ونص معي القصغيرة ديال الكوركم اولا الحرقوم ومعي القصغيرة عامرة ديال التوما بودرة را درت جوج فصوص التوما صاينين محكوكين ودرت معي القا ديال بودرة ديال التوم وراس معي القا ديال ابزار كما كتشوفو معنا راش شرمولة هاد شرمولة مهمة الدجاج كنشرملو مزيان كتحايد له ذاك الزفورية بعد مما غسلت الدجاج ونقيتو ورقتو في الحامض وندير واحد نص ديال المرسو ديال ضامة البنة ديال الدجاج كتعطي واحد لوغو زوين الدجاج سواء بغيتو تشرملو به الدجاج او الا ديروه في المرقا هذا اختياري كيني الناس بزاف ما كيستعملوش دا بات شو اكي ما كتشوفو معي هنا يا رجاجة غسلتها واستقطرتها مزيان ونقيتها وفتحتها على الضهر ديالها قطعتها على هاد شكل دا ما هنا يا غادي نشرملها وندخل معها الشرمولة مزيان تحت الجلدة وكل شي خاص الشرمولة توصل اي بلاسة هنية في هاد الدجاجة والدجاج انا دينا من اللي كنجيبو للدار اولا قبل ما نطلق عليه اللي ما من الروبيني اللول كنحطو في شي تاسا وكنحكو مزيان بالملحة الغريدة داك الملحة ديال المغريب ماشي داك الرقيقة كنحكو مزيان وكل شي كيتلقى مزيان مزيان والجلدة ديالو كتغلي بيضا ودك الجلدة الرقيقة ودك الشي اللي كيكون في الدجاج كل شي كيمشي وكيبقى صافي وناضي هنية عندي واحد البصلة كبيرة مشلدة شلتها غير قيقة وحطيتها هنية في الطنجرة وضعت غي واحد البصلة على حسب عندي غي واحد الدجاجة هنية الدجاجة بعد ما اشترملتها ليلة قبل وبيتت في تلاجة غلفتها مزيان مع هاد الكبيرة اللي كتكون فيها والقنيسات كل شي قطتهم طرف صغار كل شي غدي نوضعهم ايتيبو فمرة عندي هنية واحد البصلة كذلك كبيرة اه طحنتها في الميكسر مع واحد الحبة ديال الطماطم غي صغيرة وواحد الفصل ديال التوما وشوية القصبر المعدنوس وعندي هنية نص كس ديال الزيت راس زيت ما كنكتروش انا مع الدجاج هدا هو السر باش كتجي المرقة خاطرة ديال الدجاج ما خاسكمش تكترو الزيت رهاد جاجة اه كبيرة شوية ولكن ما كترش فيها الزيت غي نص كس ما كاملش والعطرية هنية اللي غادي ندير في المرقة عندي راس معلقة ديال الابزار ومعلقة صغيرة مع عمراج ديال سكنجبير وراس معلقة ديال الحرقوم هنية كنجمع كل شي فالتنجرة ما كنخليهاش حتى الطيب نحيد الدجاج عد نزيد القناسي والكبدة كل شي كنخلطو فمرة حيث كل شي ما كايدش تياب حتى الدجاج ما كايدش تياب بزاف ونزيد عليه هاد البصلة وهاد الحب ديال الطماطم متحونين كل شي غادي نخلطو هنية وغادي نردها على النار حتى تشحر مزيان واتشرب ما غاديش نضيف الزيت دبا حيث لادفنا الزيت ما غاديش تشرب هاد الشرمولاه وهذا الججا ما غاديش تستفد من هاد الشرمولة تشربها حتى تشحر مزيان 21 دقيقة او 22 دقيقة على نار مهيلة عاد غادي نضيف عليها الزيت عاد غادي نمرقها وغادي تشوفوا ان شاء الله معي المراحل دبها هاد الزيت غادي نخليها هنايا على جنب حتى تشحر ونرجع معاكم هنايا رادست 21 دقيقة تات شحر مزيان عاد غادي نضيف الزيت مباشرة على الزيت كنضيف المراق وهنايا عندي بيض السمان كذلك لتزيين وهنايا كنمرق حتى المراق يطلع فوق الدجاج وكنخليه على نار متوسطة ما كنخليش على نار مهيلة نار متوسطة كما كتعارفوه الدجاج راضغية كيتيب ما كيديش الوقت بزيب هنايا رازت شوية ديال المراق وطبق ديالنا ها هو ما شاركتوش معاكم و المراق وضعتو في هات بيصلات هات جاجة مدخلتهاش الفران تحمر خليتها غيف تنجرة و حيت عليها الغلاقات و خليتها حتى تحمرت مزيان و تشربت دك المراق هنايا الشعرية راه زيت شوية من المراق ديال الجاج حتى طب الجاج عاد هزيت منه شوية ديال المراق وضعت في هاد الشعرية و ضفت له واحد شوية ديال الزيتون مقطع للشعرية و التزيين دائما كيبقى اختياري هادا الروز وضعت معه المايوناز و الدراء و الزيتون مقطع و التون كذلك ضفته مع هاد طباق و زينت بالفرماج الحمر مقطع مربعات و الزيتون اخضر و اللوز مقلي و هاد لدان في ماء زينتوا مع الفرماج كذلك و بيد السمان و هاد القنيسات و الكبيرة زينتوا حطيتهم هكا فوق الجاجة حيث هاد طباق كامل درتو ناشف المراق رفقتو في هاد بيصلات و الجاج بهاد الشرمولا كيجي رائع في المداق و التزيين على حسب كل وحدة كتفنن في التزيين دائما التزيين كيبقى فن اختياري كل واحد كيزين على حسب الدوق ديالو او على حسب الاختيار ديالو هاد طباق او اللي هاد السينية رافيها سبعين سانتين كنت اذكرت من اللي حتيت فيها السمكة بلي فيها ستين سانتين ولكن كنت غلطت رافيها سبعين سانتين راه هاد طباق ما شاء الله كبير و طبق واحد كنحطوه على الطبلة بلا ما غادي نزيدو كل حاجة في الطبصل ديالها و كذلك كنت اذكرت في اول فيديو باللي غادي نشارك معكم القوتي نشارك معكم هاد الطبلة و هاد الكيكا درتها كنت سبقت سبق لي و حتيتها في القناة الكيكا بالقرقاع والطمر كجي رائعة درتها في المول الطويل ما صورتها ش معاكم را كنت ديجا صورتها و لكن في واحد المول آخر كجي معلكا و شاركت معكم تزيين ديال الطبلة ديالي ديال القوتي نتمنى يكون نعجبلكم هاد الفيديو إن شاء الله و نتمنى تشاركوه مع الأهل والأحباب و نعاود نشكركم أحبابي جزيل شكر على المشاهدة و على تعاليقكم الزوينة و على البصمات كنقول لكم شكرا جزيل الشكر إلى فيديو قادم إن شاء الله ما تنسوش لايك الفيديو واشتراك في القناة اللي مازال مشترك و شاركوه الفيديو مع الأهل والأحباب مع ألف سلامة